طبعاً لما بدأنا نفكر في تأسيس جمعية الوداد قلنا طيب هل كان فيه احتضان؟ وجدنا أنه كان فيه احتضان صحينه نسبته قليلة طب إيش سلبيات هذا الاحتضان؟ السلبيات اللي اكتشفناها في الاحتضان السابق أنه كان فيه تسرع في تسليم الأطفال لأسر درجة كفاءتهم مش عالية نتيجة لأنه كانت الثقافة الاحتضان ضعيفة فبالتالي يا دوب من يوم يجي أي أسرة تتقدم اللي بتحتضن الطفل نقول والله تفضلي خذي الطفل ثاني مشكلة كانت في هذا المشروع أنه الطفل لما يصل مرحلة البلوغ بيتم عزله عن الأسر لأنه ثقافتنا الدينية وثقافتنا المجتمعية وجود طفل عمره 14 سنة في البيت وهو مو محرم على الزوجة أو إذا كانت بنت مهي محرم على الزوج وجود يعني ما هو مريح فكان يتم بعد 14 سنة تصور الطفل هذا يعيش داخل الأسر 14 سنة بأنه يقول له لو سمحت أجلس في الملحب أو روح الوزارة فهذا حقيقة عندي أحد الأبناء عمره 30 سنة إلى اليوم يعاني من هذه المشكلة احتضنت الأسرة في تابو وبعدين بعد 14 سنة قال له مع السلامة فبالتالي سار عنده صدمة كبيرة ولليوم هو يعاني من أثر هذه الصدمة في حياته ترجمة نانسي قنقر